عدا عدت وكا ماما اسمه نسكوك يا نورا ماشي يا نورا هعملهولك هو بتاعك اصلا اشمعنا نورا يا ماما علشان اللانشي بوكس ده كله هيكون له نورا كمان استني ما انا هعملك واحد ده هيكون له نورا اكلات بحرف النون ايه ماتي وهتعمل ليه اكيد طبعا هعملك وهعمل ليه لانشي بوكس هيكون كله اكلات تحفة جدا جدا هم اللانشي بوكس بتاعها هيكون في الاخر وهيكون مفاجأة ودلوقتي حضرت مشروب النسكوك بالحليب لا انا عادة اطلبه طب استني لما خلص اللانشي بوكس كله والاكلة اللي هتكون بحرف النون ناجتس واو ينفع توكلني معاك يا نورا لا انا عملها ماما ماشي يا نورا بس ما ممكن اساعدك ماتي يا ماما هنا الفراغ فرامتها ممكن تكون صدور ومعاها وراك برضو وضفت عليها التوابل ومعاها كمان نيشا وخلطتهم مع بعض وعملتهم دوائر على شكل الناجتس وكده جاهزين معانا سبتهم في الفريزر نص ساعة يتمسكوا وبعد كده هنضف لهم التدبيلة بضفهم في الدقيق وبعد كده البيت وبعد كده الفيجيتار هرجحهم تاني الفريزر يتمسكوا قبل ما نقليه ونقلبهم بقى على النحيتين واخدوا لهم دهابي وجميل جدا وكمان انتفخوا كده والناجتس جاهز معانا والناجتش كيفة جدا وكمانا وراك scale وحب الى الكارات بتاعتك هتكون لزيزها ازاي اشرت الكيوي وقطعت الكطع طغيرة ومع انا كمان في المهيتو بنضيف برطقان ولمون بس ضفت اول حاجة التلج وعليه الكيوي وبرطقان ولمون وشرح اللمون طبعا وشرح النعناع وعملته بالفمتو والسيفن وكده جاهز ايه رأيك في شكله؟ واو شكله يجنن يا ماما وكله فواكه وهيفيدك جدا وفي الاكله الرئيسيه ملقيتش غير الماكارونا هم 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 هتعجبك الوصفه النهارده في الماكارونا هعملك ماكارونا كده بالبنك سوس فاول حاجه هسلق الماكارونا وضفت لها ملح كويس يعني نص معلقة كده على حسب الكمية ولحد ما الماكارونا هتسلق هجاهز بقى السوس سوس وردي هيكون جميل اوي مع الماكارونا وشكلها هيكون تحفظ جدا جدا فضفت معلقة من الزبدة وعليها معلقة من الضيق وقلبتهم كويس وممكن نزود زبدة لو حسنا ان احنا محتاجين تاني علشان يدي طعم جميل كده مع الماكارونا وهنضيف بقى اللبن وممكن نزود رشة ملح صغيرة عشان انا زودت الملح ده لان هو ملحه خفيف شوية كمان فلفل اسود وممكن اي بهارات انتو بتحبوها وضفت السلسة كده شوية علشان تدي اللون الجميل ده اللي معانا اللي هيكون هتدي اللون الجميل للسوس وكده القيم بقتقيل شوية هنضيف بقى المكارونا المسلوقة شكلها حلو يا ماما انا جعت بجد مش قلتلك هتعجبك وكمان هنضيف لها جبنة مزرهلة وواو انا اللي هضيفها يا ماما خلاص يالي ضيفي كده وهنسيبها شوية كده يعني على سخونة المكارونا تسيح معانا ننعي على اللانش بوكس مطا المكارونا جميلة ومفاجأة الشوكارتات منك سوف تكون بالمينم نعم وكانت اضافة في حرف اليم فأنا لديها وضفت المشروب وكانت من الفواكه منجة ايه رأيك؟ جميل يا ماما اللانش بوكس المكارونة طعمها لذيذ جدا وعلشان اللانش بوكس تكون كمته الغذائية عالية هدفلك فراخ ماشوية هي مش تابعة القايمة بس هنمشي كلمة ميم في ماشوية ايه رأيك بقى؟ يجنن انا هتديله عشرة من عشرة ودلوقتي هبدأ اعمل اللانش بوكس بتاعي اللي هيكون باكلات بحرف الباق اكيد عرفتو هيكون ايه بيرجر اشمعنا انت يا ماما علشان بحرف الباق بقى خلص انا بكرة هغير اسمي غيري انت حرة عملنا قبل كده نزلت لكم بيرجر كتير بس كان بطريقة مختلفة دلوقتي هعملكم البرجر الامريكي هوضح لكم الطريقة بالضبط اللي يتخلي يعني اللحمة متكشيش معنا اول كطع عملتها في قلب البرجر وبنحط فيه كيس كده علشان مايلزقش في اللحمة لو ما عندناش القلب ده ممكن نحط كطعة اللحمة كده وبنضغط عليها ده الطريقة الامريكية يعني المشهورة بنضيف بس كده عليه من بره الفلفل الاسود والملح ده اللي بيخلي اللحمة متكشيش معانا جدا وبعد كده بنقلبه على الناحيتين في نفس الطاصة اللي حمص فيها العيش ودلوقتي هنجهز البرجر معانا ضفت اول حاجة المايونيس انا انا يا ماما هكمل طب يلا حط الكاتشب لحد ما جهز الخاص والطماطم ودلوقتي ضفت الخاص وعليه اللحم البرجر وجبنا شرايح وبعد كده الطماطم بقى وممكن تضيفه مخلل بقى خيار مخلل وجهز معانا وشكله بجد رهيب واو اعملليلي واحد خلاص بكرة هعملك واحد وشفت المفاجأة اللي انا عاملها ليا برينجلز وكمان فواكه فيه اختيارات كتير قوي لقيتها في حرف الباق وكمان في الفواكه وبطيخ علشان انا بحبه جدا وببسي اش مانا انت يا ماما واخدى كل الحاجات الحلوة حز كده بقى وشوكالاتة بقى وانت بتجوز الهند يا بقتك يا ماما يا رب استرى وانا باكل اللانش بوكس ده ماجرى ليش حاجة خلصنا كده اللانش بوكسات النهاردة لو عايزين نعملكم لانش بوكسات على حسب حرفكم قلونا واكتبونا في التعليقات واكتبونا كمان اكتر لانش بوكس عجبكم من النهاردة اكتبوا باري باري ماشي ماريم يمكن يختاروا نوة طيب بنحبكم جدا جدا وهتوحشونا لما نشوفكم في فيديو جديد متن سوشل لايك وبي باي موسيقى 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 اشتركوا في القناة